تحرص مصر على تنمية وتعزيز علاقتها التجارية والاقتصادية مع دولة البسنة والهرسك ووضع أسس شراكة جادة وتعاون بناء يدعم العلاقات الوطيدة بين البلدين تستورد البسنة من مصر الملح والكبريت والجير والمنتجات الكيموية غير العضوية والفاكهة والخضراءات في حين تصدر لمصر الحديد والصلب والأخشاب والمنتجات الخشبية والورق المقوي علاقات مميزة وراصخة تربط بين مصر والبسنة والهرسك ليست على المستوى السياسي فحسب ولكن على المستوى الاقتصادي أيضا وهو ما يعكسه حرص البلدين على تنمية وتعزيز علاقاتهم التجارية والاقتصادية ووضع أسس شراكة جادة وتعاون بناء يدعم العلاقات الوطيدة بين البلدين القاهرة وسرايفو ترتبطان باتفاقيات عديدة للتعاون الاقتصادي والتجاري وتنشيط الاستثمار فيما بينهما ومن بينها اتفاق التعاون الاقتصادي والعلمي والفني واتفاق التعاون التجاري واتفاق التشديع وحماية الاستثمارات وبسبب هذه الروابط والاتفاقيات تخطى التبادل التجاري بين البلدين 60 مليون ونصف المليون يورو عام 2019 من بينها صادرات من البوسنة والهرسق لمصر ما قيمته 56 مليون يورو بالمقارنة ب36 مليون و700 ألف يورو عام 2018 وتستورد البوسنة من مصر الملح والكبريت والجير والمنتجات الكموية غير العضوية والفاكهة والخضروات فيما تصدر للقاهرة الحديد والصلب والأخشاب والمنتجات الخشبية والورق والورق المقوى والمنتجات غير الكموية استثمارات البوسنة المباشرة في مصر بلغت 120 ألف يورو طبقاً لأحدث الإحصاءات حتى إبريل 2019 في حين وصلت الاستثمارات المصرية المباشرة في البوسنة والهرسق إلى 6 مليون و400 ألف يورو بالنهاية ديسمبر 2017